اهلا بكم الى موجز اخبار الان خرج اليوم اكثر من الف شخص نصفهم من مقاتل المعارضة من حي برزة دمشقي في اطار تنفيذ المرحلة الاخيرة من اتفاق التهجير وتوجهت الحافلات ظهر اليوم الى الشمال السوري تحمل المهجرين الى وجهتين مختلفتين منطقة جرابلوس في ريف حلب الشرقي ومحافظة ادلب حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترق مع نظره الروسي فلاديمير بوتن من ان اي استخدام للاسلحة الكيموية في سوريا سيكون موضع رد فوري من باريس واعرب ماكرون عن امله في تعزيز الشراقة مع روسيا في مكافحة الارهاب في سوريا توغلت القوات العراقية في ساحل الايمن غرب الموصل بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء حيدر العبادي لتفقد القطاعات العسكرية هناك واعلن العميد يحيى رسولا متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان القطاعات العسكرية توغلت في احياء الصحة الاولى والزنجيلي والشفاء ومنطقة مستشفى الجمهوري موضحا ان تحرير تلك المناطق سيساهم بمحاصرة داعش من جميع الجهات اعلن الجيش الوطني الليبي انه يقوم بعمليات مشتركة مع سلاح الجو المصري لاستهداف مواقع القاعدة في ليبيا جاء ذلك في وقت اعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ان العمليات العسكرية المصرية في ليبيا تجري بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي مشيرا الى ان معسكرات المتشددين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للامن القومي لبلاده قتلت قوات الامن التونسي في عملية لمكافحة الارهاب قياديا مفترضا في تنظيم داعش بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر كما صدرت قوات الامن سلاحا وذخيرة كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات ارهابية في تونس خلال شهر رمضان اعلن رئيس نادي برشلونة لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو الاثنين تعيين ارنستو فالفيردي المدرب السابق لأتلاتيك بالباو مدربا للنادي الكتالوني خلفا للويس انريكي الذي رحل عن النادي نهاية الموسم الماضي واشار بارتوميو الى ان المدرب الجديد لديه القدرة والمعرفة والخبرة وانه يدفع باللعبين الشبان ويمتلك قدرات ليقود برشلونة احرز نادي الان الرياضي في الغوطة الشرقية بريف دمشق بطولة شهداء الغوطة التي اقيمت على ملعب كرة القدم السوداسية باشراف اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة السورية للرياضة والشباب وشهدت البطولة مشاركة 32 فريقا كرويا من مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية توزعوا على اربع مجموعات الى اللقاء اشتركوا في القناة